بعد زيارة المبعوث الأمريكي أيموس حاكستين إلى تل أبيب ولقائه برئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو يسود ترقب إيجابي في ملف وقف إطلاق النار مع حزب الله رغم بروز خلافات تتعلق بمدة بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان بينما يغيب العدوان على قطاع غزة عن طاولة المفاوضات بعد إتمام زيارته لبيروت المبعوث الأمريكي أيموس حاكستين في تل أبيب ناقلا موقف لبنان من مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار حاكستين عبر عن تقدم إيجابي نحو التواصل إلى اتفاق رغم وجود فجوات إحداها تتعلق بآلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق المرتقب لبنان تريد مصر والأردن في الصورة بينما تريد أمريكا كل من بريطانيا وألمانيا أما نتنياهو فيطالب بحرية العمل العسكري في جنوب لبنان شرطا للتهدئة وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المتوقع أن تسير المفاوضات باتجاه باعتقاد النجاح في هذه الفترة للعديد من الأسباب السبب الأول أن هناك حافزية إسرائيلية باتجاه نهاء الحرب على الجبهة الشمالية للأزمات الداخلية الإسرائيلية إلى جانب ذلك هناك حافزية أمريكية من النظام الخارج والنظام الداخل وبالتالي هذا الأمر يماهد الطريق على وعلى ذلك إسرائيل تريد أن تحقق اتفاق في ظل ما تدعيه أنها حققت العديد من الإنجازات التكتيكية من سلسلة الانفجارات والاغتيالات وكذلك ما حققت في الجبهة الجنوبية جنوب لبنان بشكل أو بآخر لبنان في واجهة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية ولتقدما حقيقيا حتى الآن في الملف الغزي يقول محللون إن هناك أسبابا تجعل جبهة الحرب في غزة أعصى على الحل ملف لبنان يختلف من ملف غزة للعديد من الأسباب السبب الأول أنه في لبنان لا يوجد لدى إسرائيل قدرة أو نية لتدمير حزب الله بالمطلق ولا يوجد لديها نوايا استيطانية في لبنان أما في غلاف غزة وفي غزة فإسرائيل تنوي إعادة الاحتلال وإعادة الاستيطان على وعلى ذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية معنية بأن يكون هناك حرب في المنطقة من أجل أن تستطيع أن تمرر لملفات الداخلية والجبهة الأسهل والأكثر سهولة الآن هي جبهة قطاع غزة بسبب مرور تقريبا أكثر من عام على هذه الحرب ووجود نوعا ما مسببات ومسوغات لهذه الحرب كوجود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية مع اختلاف هذه المعطيات بدأ جيش الاحتلال حرب استنزاف في قطاع غزة فأهدافه أوسع وأكثر تعقيدا في القطاع في غزة نحن نتجه إلى سيناريو واضح إعادة الاحتلال لأجزاء من قطاع غزة نتسارين في لدلفيا وكذلك على الحدود وربما شمالي قطاع غزة الأمر الثاني إعادة الحكم العسكري من خلال كذلك استخدام بعض شركات المقاولات سيئة الصيت والصمع والتي كانت تعمل في أفغانستان وغيرها والأمر الثالث نتجه إلى إعادة البؤر الاستيطانية في بعض المناطق في قطاع غزة بالتأكيد سيسهل تلك الخطط موقف الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقد الفيتو أمس ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة كان قد طرح في مجلس الأمن الدولي ما يعني مزيدا من الوقت والدعم والغطاء الدولي لحكومة الاحتلال من رمال المحتلة أسيل سليمان رؤيا